أحسن الله إليكم يقول السائل ما هي العلامات التي يعرف بها الإخلاص لله في طلب العلم الإخلاص لله مطلوب النفيس لأن عاقبته عظيمة وكلما غلى وعلى الشيء كلما كان الحصول عليه صعباً يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مصابرة والإخلاص لله من أعلى المقامات ولذلك لا يناله كسول ولا كل أحد وإنما يناله من راقب قلبه وكان كالحارس على قلبه وجاهد نفسه وأذاب نظرته إلى الناس عند تقربه إلى رب الناس سبحانه وتعالى وعلامة الإخلاص يعرفها الإنسان من قلبه بأن يكون مقصوده إرضاء الله سبحانه وتعالى بأن ينفع نفسه بالعلم وينفع غيره بالعلم ويحسن سيره إلى الله بالعلم فالإخلاص مكانه القلب وعلاماته في القلب والإنسان فقيه نفسه فيه ويجب عليه أن يجتهد ويصابر وليحذر من مكائد الشيطان فإن الشيطان إذا رأى المسلم مقبلاً على الخير مقبلاً على طلب العلم ولم يستطع أن يصده لأن الشيطان يا إخوة يقعد لطالب العلم على الطريق فإذا أراد أن يذهب يطلب العلم قال له لماذا تذهب وتضيع وقتك وأنت أكبر من الجلوس في مثل هذه الحلق أو هذا العلم أكبر منك لماذا تذهب إليه فإن غانم من الإنسان ما أراد كفاه وإن لم يغنم منه ما أراد قعد له عند الدرس فصرفه عنه وشغله بشواغل عن الدرس فإن جاهد الإنسان نفسه ترجمة نانسي قنقر